ببساطة البطاقة الصفراء أصبحت بيننا بعد أن تجهد ولأن منظمة الأمم المتحدة من طفولة اليوميسي لا مكان للعنف بيننا لن نتجاهل المشكلة ولن نتظاهر بأنها ستحل نفسها الضرب لم ولن يكون أبداً أداة للتعليم أو وسيلة للتأديم هناك بدائل تعلم التلميذ الانضباط ستضمن له كرامته كما تحفظ للمعلم هيبته بداء من اليوم تعدل نظام الخدمة المدنية لن يكون هناك تهاون مع أي شخص في مؤسساتنا الحكومية يضرب طفلاً أما التلميذ فنحث وزارة التربية والتعليم بالتشديد على القانون القادي بأن الذي يتطاول على زميل أو مرب ينقل إلى مدرسة أخرى وإن أعاد الكرة يفصل من المدرسة أشكر أيضاً لوزارة التربية والتعليم لضلة المستقبل الأردني ترجمة نانسي قنقر